هاي زجايز بايزد كيفكو شاخواركو نستنى الطلابية شوي عشان نصرف شكري فتحت بكهير قبله بدقيقية خلص ها الساعة صارت ست واخيرا رح تنحل مشكلة الاطفال وراح نصير انا وياك ونفس الحاجة يلطعوا يا جماعة ايو يدلتا هون في شرح اطفال يلا اللي بده شرح اطفال اوكي طمنونا كيف حالكو شو اخباركم كيف المواد معكو اليوم خلص رح الاطفال اصير انا وياكو نفس الحاجة وراح نمشي على نفس الترتيب ان شاء الله اوكي اه رح ابلش بيليونيتي ثري تمام لكن رح نبلش من صفحة مية وستة وعشرين بعدين نرجع له دلاغ تمام او رح نلاقيهم لو قدام تمام بس اليوم المهم انه لازم نبلش بي اه المسلس المحمد في الريسبراتوري اه تمام فموجود هادي عندكم في صفحة مية وستة وعشرين اوكي 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 في حد عنده سؤال قبل ما نبلش حد عنده استفسار قبل ما نبلش المادة كتير سهلة واليونيت ثري كتير سهل هو عبارة عن مجموعة من الانظمة ونعرف شو المشاكل اللي ممكن تصير بكل سيستم تمام تمام فاول سيستم رح نحكي عن الريس بايروس ثري تمام اللي هو بصفحة مية وستة وعشرين رح نبلشه اول حاجة بدنا نعرف هاي قدامكم اوكي رح نعرف انه في عندنا المسلس المحمد بصير عندنا انفيكشن انفيكشن اللي هو عدوة او التهاب تمام وين في الابر وفي اللور مش حكينا انه الجهاز الريسبراتوري سيستم تمام بينقسم لابر تمام ولور علوي جهاز تنفسه علوي وجهاز تنفسه سفلي تمام تمام والعلوي حكينا مين النوز واللارنكس والفلارنكس تمام تمام اما اللور السفلي اللي هو بيبلش مين التريكيا والبرونكوس والبرونكولوس واللونج تمام تمام هاي التقسيم من الريسبراتوري سيستم تمام الابر واللور اوكي اوكي بيحكي لك بصير عندنا انفيكشن عدوة تمام في الابر وفي اللور اوكي فراح اليوم ناخد عن الابر واللور شو الامراض تمام الانفيكشن اللي بيصير في الابر ريسبراتوري تراكت وفي اللور ريسبراتوري تراكت تمام تمام اول حاجة بدنا نعرف انه شو سبب ان يصير عندنا انفيكشن تمام بحكي لك الانفيكشن تمام ممكن سببه فيروس تمام شو يكون سببه فيروس او مثلا اذر ايجنت مثل القروب الاي بيتا بيتا عندنا الهيموليتك عندنا الاستيربوتوكيو او الاستيربولوكوكيو او الهيموفليزيا انفلواندا او النيموكيو تمام النيموكيو كي هدول اسباب تمام ان يصير عنا انفكشن يصير عنا عدوى تمام تمام بدنا نعرف برضو من اسباب ان يصير عنا انفكشن في النظام التنفسي تمام الاج العمر تمام فبيحكي لك مثلا هنا الانفنت اللي هم اقل من 3 شهر تمام بيحكي لك بيحكي لك انه بعمر الثلاث اشهر البابي تمام ما يعني قليل جدا 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 انه يصير معه انفكشن ليش لانه بيكون عنده من مين من الام بيكون عنده من الام تمام فعشان هيك عمره هو صغير قليل ما يصير عنده انفكشن اوكي اوكي برضو من الاسباب اللي ممكن تخلي عندي انفكشن اللي هو السايز كيف يعني السايز احنا بنعرف انه الاروي اللي هو المجرى التنفس عند الصغار عند البابي او عند الشلدرن والاطفال بيكون سمولر يعني من خلقت ومن خلق سربنا انه هو اصغر من الكبار تمام من الاروي اللي هو مجرى التنفسي فبحكي لك السايز كدر ما هو صغير تمام ممكن يصير في عنا نيروينج يصير عندي تضيق فيه تمام وينتج من هذا التضيق شو المصدنا محمد انفكشن تمام تمام برضو عندي اللي هو الريسستنس اللي هو مين المقاومة تمام ممكن يكون عنده مقاومته قليلة تمام ليش عنده مقاومة قليلة لانه اول حاجة مثلا تكون مثلا عنده الاميونيتي سيستنس مناعته لوي قليلة اذا مناعته قليلة فهان رح تكون عنده المقاومة يعني لا يهاجم المرض قليل تمام او يهاجم الانفكشن اوكي مثلا عنده ميل نيوترشن عنده سوء تغذية عنده انيميا فقر دم تمام عنده فتيق تعب اوكي فهاي الاسباب تمام بتخلي عنده قلة في المقاومة انه يقاوم المرض او يقاوم الفيروس اللي عم بيهجم على الجهاز التنفسي ويخلي عنده انفكشن تمام تمام برضه مثلا بيحكي لك اذا كان عنده اصلا ديزيز في مثل الازمة اه تمام اذا كان مثلا عنده زي ازمة او مثلا عنده اللارجيك عنيرانيتس اللي هو رشحة تمام قوية فممكن هو هاي الامراض تعمل انه يدخل انفكشن بوين اه بي الله مصدنا محمد الريسبروتوري تراكت اوكي اوكي وعنده اخر سبب تمام ايتولوجي انه يخلي عندي انفكشن في الريسبروتوري تراكت اللي هو مين السنسيول اللي هو تغير الفصول مثلا بالوينتر بالسبرينج بيكون اكتر يصير عنا امراض في التنفس ويصير عنا انفكشن تمام طوام فعنده خمس اسباب اللي يخلي عندي انفكشن في الريسبروتوري تراكت سواء ابر او لور اوكي احنا لسه ما دخلنا بيكل وحده لكن هون عم بيحكولك اول اشي شو الاسباب اللي ممكن تعمل لنا انفكشن في الريسبروتوري اوكي 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 شو العلامات والاعراض لانه يكون عنا رسبروتوري انفكشن يكون عندي رسبروتوري انفكشن يلي عم بيحضر معي شايفين الاشي صاح موجود قدامكم صاح حد يطمنني اوكي فاللي كلينكا المين في الريسبروتوري استراكت اوكي عنا اول اشي الفيفر الحرارة تمام اه تاني حاجة بصير استفراغ ديارية اسهال اه اوبديمينا البين بصير عنده قلم في المعدة ممكن صير عنده اني روكز يا فقدان شاهية تمام ممكن صير عنده نوز البلوكد اه الصفحة مية وستة وعشرين اوكي اللي قبل البداية اليونيتي تري رح نرجع له اه ممكن صير عنده تسكير في النوز في الانف ممكن صير عنده كوف تمام تمام ممكن يصير عنده اه اه اصوات ابنورمال في الجهاز التنفسي مثلا زي عنده الهرسنوس اللي هي البحة ممكن يصير عنده ستريديور اللي هو الصرير الويزنج الصفير تمام فممكن يصير عنده هاي الاعراض تمام كيف انا بعرف هاي الاصوات اكيد عن طريق الفيزيكال اكزيمنيشن من ناحية الاسكيوليشن يا هالا الصفحة مية وستة وعشرين بكتابك والله هذا البدي اف والله من كتابك والله العظيم طبعنا من البدي اف اوك تمام فهاي هي الاعراض تمام وفي انا برضو صور ثرورت اللي هو التهاب في الحلق تمام فها دور الاعراض او العلامات اللي بتظهر لما يكون عنده تمام تمام اندليتي يا هالا وين اوكي تاني اشي رح نبلشه تمام اللي هو رح نبلش هسه بكل اه جزء مش حكينا ال بتنقسم لقبر ولور اوكي هسه رح نبلش بالامراض تابعوني الابر اللي هي بتصير في الجهاز التنفس العلوي وبالامراض اللي رح تصير في اللور لكن الان رح نبلش وين في الابر تمام قبل حكيت لكم الابر شو هو عبارة عن النوز والفرينكس واللارنكس صح صحيح وهو نعم بيحكي لك اول مرض تمام ممكن يصير اذا كان في انفكشن دخلت على الابر على الجهاز التنفس العلوي مين هو الفرينكايتس مين بيدرس معي ادلت مفروضة عارفين شو يعني فرينكايتس الفرينكايتس اللي هي انفلميشن وين في الفرينكس اللي هو التهاب في الحلق تمام فممكن انا يصير عندي فرينكايتس تمام تمام شو سببه السبب اللي هو جروب اي بيتا هيموليتك عنا ستربوتوكيوس هاد هو سبب مين انه يصير عنا التهاب في الفرينكس اوكي اوكي من علاماته في فر جينيرال ميليزيا تمام اللي عنا اللي هو اني روكزيا اوكي اذا عم بحكي كلمة مو عارفين معناها بالعرب يحكولي لكن عشان عدناهم كثير فانه المفروض خلاص يحفظو اني روكزيا عنا هدش عنا اللي هو صعوبة في البلع تمام وبيصير عنده صور ثورت تمام تمام تقريبا زي مين نفس طبعون الادلت اوكي شو الدهيق نوصي اذا انا كيف بدي اعمل تشخيص تمام عشان اعرف اذا عندي فرينكايتس او لا عن طريق ثورت كارتشار عن طريق السواب اعمل مسحة وبعدين اعمل زراعة اوكي اوكي شو المينجمنت شو الادارة اللي ممكن انا اعملها لمرض الفرينكايتس ممكن اعطي انتيبيوتك وحيكي انا احنا بالادلت انه اهم اختيار للفرينكايتس تمام من هو البنسلين تمام تمام برضو بقدر اعطيه اللي هو اليورثرومايسين تمام بقدر تمام او شو كمان بدي اعمل له بدي اعمل له لهم صدنا محمد بدي اقلل حرارته مش حكيانا معه فيبر فانا بدي اقلل من حرارته كيف عن طريق كمدات باردة اوكي برضو مش حكيانا عنده صور ثورت صح فانا عشان هيك بدي اعمل له اعم غرغرة في النوع الورمسلين في يعني دم في الدم كصدي مي دافية شوية اوكي اوكي بحكي لك احنا بنعطي البنسلين في العضلة اللي كبيرة تمام مين اكبر عضلة عند الطفل مين بيعرف مين اكبر عضلة اوكي احنا ال i am بنسلين تمام بحكي لك بيحكي لك هنا لما انا بدي اعطي البنسلين تمام فهو رح تسبب لي بألم تمام وتعب كثير تمام فعشان هيك بدهم يحطو لها تمام وين كمادات دافية على مكان الانجيكشن مكان ما انا اعطيته لابرة البنسلين بحطو له كمادات دافية عشان انا بصير عنده بين فانا بدي اقللهم تمام لهو التعب والألم اوكي اوكي هنا بحكي لك بدنا نحاول قدر الامكان احنا انه ما نمنع انه يصير عندنا انتشار للانفكشن يلي صار في الفرانيكس تمام تمام اوكي في حاجة بالنسبة الفرانجايتس بالنسبة لأكبر عضلة للطفل تمام بينعط فيها يعني أكبر عضلة عند الطفل اللي هي شو الفيستس لترال اللي هي عند الفخدة فخدة اوكي اوكي هسا رح نحكي عن التونزلتز التونزلتز اللي هو التهاب اللوزتين بسرعي عندنا انفلميشن وين في التونزلز في اللوزتين اوكي 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 فانا ما بدي ادخل بالقضلة كثير بس اللي بهمنا هون انه التونزلز وين في اللينفود تيشو في اللينفود في اللينفود تيشو اوكي اوكي بيحكي لك هون اللي بصدنا محمد شو وظيفة التونزلز يعني اللوزتين ليش موجودات هي بتعمل تمام بتعملنا حماية لمين تمام فهي بتحمينا وبتعمل للنفس تمام ولا اوكي 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 فهي بتحمينا اياهم من اي اوغانيزم من اي مثلا مرض او اوغانيزم ممكن يهجم عليهم اوكي على الرسبروتوري وعلى المنتنى اوكي اوكي اي بيحكي لك هون شلدرين هف الارج تونزلز عندذان بيحكي لك عند الاطفال بيكون التونزلز اللي هي اللوزتين اكبر ما تكون عند الادلز بحكي لك السبب التونزلوتس اللي هو سبب التهاب اللوزتين يابيكون بايرول او بيكون بكتيريال صعوبة في النفس. تمام? اه رح يصير عنا اه برضو يتنفس من تمه. حكينا الواحد يتنفس من تمه مش طبيعي. اوكي? اوكي. اه شو الادارة لازم نعملها لما يصير عنده اللي هو التهاب في اللوزتين. اه بيحكي لك اذا كان السبب فيرول. تمام? فانا بدي اعمل لمن? للسبتمز. حكينا احنا البايروس ما الو علاج. اه بنعطيه احنا ادوية لحتى مقلل او نعالج من السبتمز. الاعراض تبعونه. تمام? تمام? بحكي لك برضو بعمل عنا ثروت سواب كالتور. تمام? باخد اه مسحة من الحلق وبعملها زراعة. تمام? تمام? بحكي لك المفروض يعني بما انه عنده التهاب للوزتين لازم بالمسحة او بالزراعة. تمام? شو نعطي? نعطي اه او شو يعطينا يعني بالمسحة لما احنا نعمل مسحة ونعمل لها الزراعة شو رح يعطينا النتيجة? رح يطلع النتيجة انه اللي هو الجي اي بي اتشع نقس اللي هي يعني السبب اللي عمل الالتهاب اللوزتين اللي هو جروب اي بيتا هيمولايتيك عندنا ستربوتوكيو. فهاي اختصارها تمام? تمام? فهو لما يعملوا مسحة للوزتين ويكون اصلا فيها الالتهاب فهذا النتيجة اللي رح تطلع لنا اوكي? اوكي واللي تريتمنت يلو شو الانتيبيوتك? بيكون علاجة شو عبارة عن انتيبيوتك اوكي? اوكي. اه بيحكي لك بنعمل احنا تونز لوكتومي بنعمل احنا اه استقصال او منعمل العملية للوزتين متى? لما يصير عنا فريكونت لا الاستيربوكوكيو الانفكشن يعني صارت مرة ومرتين واربعة بالشهر وخمسة عم بيتكرر فريكونت كل فترة وكل اسبوع عم بيصير ايش عنده التهاب من نوع اللي هو حكينا جروب اي بيتا هيمولايتيك يعني استيربوتوكيو تمام? فانا هون خلص لما يصيري عندنا الموضوع عم بيتكرر كل اسبوع عم بيرجع نفس الالتهاب فانا لأ هون بعملوا تونز لوكتومي تمام? تمام. اوكي. بيحكي لك برضه اذا كان في عنا هايبر تروفي كان عنا تضخم لهم اوكي فهو راح يصعب يصير عنده صعوبة في البريثنج والإيتنج صعب انه يتنفس ويأكل فعشان هيك برضه باشيل التونزل اللي هي اللوزتين اوكي اوكي في عنا دائما من ربط التونزل حكينا بمين اللي هي الاند اللي هو اللحميات تمام? فانا بحكي لك اه بعمل ايدونولوكتومي اللي هو رموف او ازالة للحميات تمام? متى? لما يكون عندي هايبر تروفي ايدينويد يكون عندي تضخم بهاي اللحميات تمام? تمام. اوكي. اه بنا نعرف شو الكنترا متى ممنوع انا اعمل اه رموف للتونزل او رموف للحميات تمام? متى ممنوع اعمل هدول العمليتين. بكل كده اذا كان عنده كليفت اذا كان عنده شق في اللوزتين تمام? فالشق هات طبعا اللوزتين اه اه انطنا محمد اذا شناه تمام اذا شنات اللوزتين راح هون يصير عنده صعوبة في الحكي يعني راح يصير عنده مشكلة في الاسبيتش اوكي? بصير الهواء عم بيدخل اه يعني عليه فهونا اه بصير عندي مشكلة اه اذا كان عندي شق في التونزل فانا هون ايش? والله بصدنا محمد اه ما بعمله العملية اوكي اوكي تاني حاجة اه اذا كان عنده اكيوت انفكشن تمام? عنده اكيوت انفكشن اه فانا هون برضه ما بعمل العملية يعني لما يجي عملو له التونزل اكتومي هم بيعطوه ادوية بيعطوه علاجات حتى اه هذا العلاج تمام مثلا بيعطوه مثلا اه انتي بايوتك اولية لحت ما يروح الالتهاب بعد ما يروح الالتهاب بروح بيشيلو اللوزتين اوكي اه لا هي مش نفس الشفل الارنبية هي بتكون بنفس التونزل بنفس الامصد محمد اللوزة فيها شق تمام? تمام اه هون برضه ايش كمان واذا كان في عنده اي مشكلة في البلد في الدم فانا ممنوع اعمله ايش اه اه رموف للتونزل او اللحميات تمام? هدول ممنوع متى اعملهم تونزل اكتومي او اللي هو الادنكتومي تمام? اوكي هون النيرسنج في هاي الحالة اذا عمل للعملية شو لازم تعمل? اول اشي لازم نعملهم دايت يكون ليكوت كله سوائل صح? لانه بيكون عنده صعب يقدر يبلع صح? برضه بدنا نظل نعمله تمام? اه غرغرة اوكي. بدنا نعطيه اثروت عنا اللي هي عبارة عن حبوب تمام? بتنمص مص تمام? يعني لحتى تقلل من التهاب من الحلق اوكي? برضه بنعطيه انالاجيسيا اللي هو مسكينات و بنعطيههم انتي بايروتيك دراج تمام? تمام. بعد العملية بوست اوبروتيف كاري عملنا هالعملية بعد العملية تمام? شو يلي لازم نعمله تمام? اهم حاجة تمام لازم اللي هو امصده محمد. البوزيشن تبعت البيشنت او تبعت المريض تبعي اوكي? اه بيحكي لك يكون نايم على على بطنه او على الجنب تمام? تمام بيحكي لك بحالة انه ممكن بعد العملية اضطر اعمله ساكشن يعني اعمله سحب مثلا لاي سكريشن لاي افرازات موجودة اوكي? فانا بحالة ما بدي اعمل ساكشن تمام? بعد العملية اكون بشكل يعني كيرفول بيكون بشكل حذر تمام? ليش? لانه ممكن يصير معه ايش تمام? ممكن يصير عنده ويقدي لترومة تمام? تمام. برضه من الاشياء اللي بتهمنا اه بعد العملية اه اه محمد اه ما اعطيه اشي بتمه تمام? الا لما يروح الفل يعني اللي ريت يروح كل التخدير ويرجع كونشنس لما يرجع واعي تمام? ساعتها ببلش اعطيه ارل بعطيه اكل مثلا باعي خليه يشرب تمام? حكينا لازم يكون ليكود سائل تمام? متى لما يروح كل التخدير او ايش? اه يروح يعني يعني يرجع كونشنس يرجع واعي تمام? ليش? عشان ما يصير معه اخطناق. اذا كان التخدير كله ما هو رايح او مش واعي اكيد ما رح يقدر يبلع اوكي? اوكي. اه برضه بيحكي لك اه بعد التخدير بنصر نعطيهم نحط مثلا اشياء باردة عليه تمام? تمام. لحد الان انتم معي. في اي مشكلة? يلا حكولي اذا في اي مشكلة عشان اه نحلها بعدين نكمل بالمرض الثاني. اوكي ممتاز الحمد لله. طبعا والله كان يعني والله العظيم كان الاطفال كد ما كنت مبسوطة اني رح اشرحه على كد ما تنكدت اول محاضرتين بس الحمد لله مركوا على خير. طبعا عنات ثاني اه مرض اه بيصير بالهم صدنا محمد اه في الابر اه رسبرتوري تراكت انفكشن. لما يصير عنا انفكشن اه بيه المصدنا محمد اه بالرسبرتوري تراكت. فانا هون بصير عندي المرض الثاني مين اللي هو الانفلونزا. تمام? انفلونزا. في حد ما بيعرف الانفلونزا. انفلونزا. تمام? تمام. بيحكي لك هون ممكن السبب يعني different virus. فيروسات مختلفة تمام? تمام. بيحكي لك هو بينتقل. بيصير عنا لقيله عن طريق تمام? عن طريق التواصل المباشر. عن طريق تمام? اه بيحكي لك برضو ممكن انت عم بتعملي اه مثلا يسحب للسكريشن اه للافرازات تمام? اه مثلا بحلقة او مثلا عم تسحب اي سكريشن. اه تمام? فممكن نتيجة انت عم بتعملي هاي ممكن يصير معه ايش? اه انفلونزا. اللي يصير عنا انفكشن وبعدان يصير انفلونزا تمام? اه بيحكي لك هون ال period للانكوباشن اللي هو فترة الحضانة فترة الحضانة من ساعة ما يدخل الانفكشن الجسم تمام? من ساعة ما يدخل الانفكشن الجسم لا حد ما تطلع اول عرض لما يطلع اول علامة هاي منحكي لها فترة حضاني. كداش بيدخل الانفكشن ويلا يطلع اول علامة من يوم لتلات ايام. اوكي. اوكي. شو الاعراض والعلامات للانفلونزا. رح يصير عندي رح يصير عندي جفاف في الحلق. اه وبالنوزل ميوكوسة. رح يصير عندي جفاف في الكحة. رح يصير عندي اللي هي اللي هي بحة في الصوت. تمام? رح يصير عندي حرارة شلز قشعريرة. اه رح يصير عندي المصدنا محمد. اه الفوتو فوبيا اللي هي بصير يتدايق من الضوء. تمام? اه بصير عندنا اللي هو بين في المصل في العضل. تمام? تمام. اه برضو ايش بصير عندها هاي كلاتها المنفن ستيشن. تمام? تمام. شو المضاعفات بعد ما يصير عندنا انفلونزا. تمام? بعد ما يصير عندنا انفلونزا رح يصير عندنا مضاعفات. مثلا يصير عنده سيفير فيرول نيمونيا. تمام? يصير عنده اللي هو التهاب في الدماغ. تمام? ممكن يصير عنده ميديا وكمان شوية رح نحكي مرض اللي هو التهاب في الاذن الوسطى. ممكن يصير عندنا اللي هو اللي هو التهاب الجيوب الانفية. اوكي? اوكي. شو الادارة للانفلونزا? اه بيحكي لك احنا هون بدنا نعمل للأعراض ليش? لانه هو البايروس تمام? والبايروس حكينا منعالج الاعراض. اوكي? تمام. هون بيحكي لك مثلا بنعطيه مثلا واللي هو تمام? تمام. وبرضه بدي اعطيه تمام? بعد سخنة او يعني دافية حتى امنع امنع او او حافظ على احافظ انه يكون ايه يا جماعة الخير شو عكس الجفاف? هسه جفاف ديهايدراشن عكس الجفاف. شو يعني عكس الجفاف بالعربي? عربي ساعدوني بالعربي. تمام? اللي هو احنا نحافظ على رطوبته على المستوى اللي بجسمه المية اللي بجسمه. تمام? تمام. وهنا عنا ممنوع انا اعطي للطفل اه اسبيرين. تمام? اسبيرين. ممنوع اعطيه. ليش ممنوع اعطيه? لانه ممكن يصير عنده امراض في الدماغ والكبد. تمام? عشان احنا ممنوع اعطيه اه شكرا لكم. عنا اللي بيحكي لك هون عشان انا امنع يصير عندي انفلونزا او اكون شخص وقائي من الانفلونزا تمام? اه بدي اعطي فاكسين. فاكسين اللي هي نفسه اللي هو المطعوم. خاصة اذا كان عندي الطفل تمام معه امراض معه مشاكل صحية. مثل الهارد ديزيز. مثل الازمة. اه مثل الاتش اي فيه. مثل الدي ام. اوكي? هدول انا لما يكون عنده هاي المشاكل. وبرضو اه ممكن يصير او يتعرض للانفلونزا. فانا لأ بدي اهو احاول اكون وقائي ما يصير مع ابني او مع الطفل اللي عندي انفلونزا. فانا بعطيه هون باكسين. بعطيه اه مطعوم. تمام? تمام. يعني النيرسين كير بهاي الامور يعني جدا سهلة. تمام? اه مثلا اه اللي مصدنا محمد اه بدنا نعمل كير تمام? اه رعاية للشلد اللي معه ايش? ابرس بريتراكت صعبة. طمع احنا صلنا ساعة بنحكي بنفس المعلومة. مثلا اه بدنا مش حكيانا بصير معه اه فيفر اه عنا الهايدريشن هون ايش? بدي اعمله مثلا. يعني بدي اعمل كير لحرارته. اه هون بدي اخليه ما يعني يكون رطب معه رطوبة تمام? اه كيب وورم بنا نخلي ده في. بنا نعطيه جود نيوترشن. بدنا يرتاح وينام. فالموضوع مو صعب صح? تمام هيك بكون خلصنا انفلونزا. ثالث مرض تمام? اه ممكن يصير في الابر رسبروتر تراكت اللي هو الاوتايتس ميديا. الاو ام. اوكي? هو في الاذن الوسطى. هو التهاب في الاذن الوسطى. تمام? شو الاقتلوجي شو سببه? بيحكي لك سببه سببه اذا الايجنت هذي البكتيريا او هذا الفيروس. تمام? اه عم بيصير بضلوا معه استربتوكيوس اه نيمونيا. او عم بيتعرض برضو للهيموفلازيا انفلونزا اكتر من مرة. فراح يخلي عنده اوتايتس ميديا. تمام? هاي اول سبب. تاني سبب اوكي بيحكي لك انه ممكن يصيرها صفيعنا قبل ما احكي السبب الثاني. في عنا بين الاذن تمام? والاو صفرينيكس تمام? في عنا اه اه امصدنا محمد ايش اسمه ستابيليشن تيوب. تمام? في النقطة الثالثة في عنا ستوبليشن تيوب. هذا ستوبليشن تيوب شو وظيفته? هو وظيفته ينقل الافرازات من الاذن لله الفرينيكس. ينقل الافرازات الي بالاذن لله فرينيكس تمام? تمام. لكن بحالة مثلا صار في عنا بلوكد صار عنا تسكير لهاظ اللتيوب الي عم بينقلي اصلا افرازات من الاذن لالفرينيكس صار له تسكير تمام مثلا بسبب ايديما بسبب اللارجيك حساسية شو كان السبب المهم لما يسكر عندي التيوب هذا التيوب اللي بينقل الافرازات من الاذن لا الاسوفرينيكس تمام رح يصير عندي الاوتايتس ميديا تمام فتسكيره هذا التيوب رح يصير عندي ايش اوتايتس ميديا اللي هو الالتهاب الاذن الوسطى بحكي لك برضه بما انه بنحكي عن اطفال اكيد الطفل اللي مش عم بيدخن فهون قصدهم انه حتى البيئة المدخن اللي حوالين الطفل تمام بتأثر على انه يصير معه اوتايتس ميديا تمام وشغلة كتير مهمة بحكي لك الانفنت والد عنده بريست فيدنج اللي الطفل اللي بيرضع من امه من حليب امه قليل ما يصير معه اوتايتس ميديا لكن اللي عم بيشرب من فورمالة من رضاعة يعني بيكونوا يتعرض طبع اللي بيرشرب من رضاعة اكتر ما الطفل اللي عم بيشرب من حليب امه تمام تمام شو المن في نستيشن؟ شو الاعراض لأوتايتس ميديا عندنا الـ اللي هو بين الم في الدان عندنا فيفر حرارة منتبهين يا جماعة الخير انه الفيفر عم تنعاد بكل مرض لحد الان ليش؟ لانه دايماً بدنا نربط انفكشن يعني فيفر اذا كان في عنا التهاب يعني دايماً فيفر لانه الانفكشن بيعمل لي ايش؟ الالتهاب بيعمل لي حرارة تمام؟ فالحرارة خلص موجودة بأي مرض هو كان سببه او كان مرض يعني التهابي اوكي اوكي عنا الارتبل عنا الكرينج بعيات عنا الـ اللي هي سيلان اذني بيظلوا يعني الاذن يعني سيل منها اشياء عنا برضو اللي هو بتقل سمعه يا ربي بيقل السمع بصري عنا برضو و بيظلوا هو البابي يمسك ايده هاي من الاعراض يعني اللي منشوفها على البيبي بيظلوا يمسك ايدانه يا ربي ويشدها لعنده فهاي برضو من الاعراض اللي ممكن احنا نشوفها على البيبي اه يكون عنده اوكي شو المنجمنت بهاي الحالة شو ممكن اللي نعالجه ونعطيه انتيبيوتك مثل البنسلين والأميكسلين تمام؟ تمام شو الدايجنوز كيف انا بدي اعمله تشخيص لا اعمله تشخيص عن طريق الاوتسكوبي اه تمام اه بدي اعمله برضو اه من علاماته ممكن اقدر اشخصه تمام؟ فيا من الاعراض يا عن طريق الاوتسكوبي تمام؟ تمام اوكي عنا النيرسين كير انتي كارعاية تمرضية شو ممكن تعمليله بدك تعطيه اه اني لاجيس يا مسكينات تعطيه انتيبيوتك اه تعمليله كمادات سخنة ليش حتى انقلل احنا من البين انقلل من الالم اللي موجود وين؟ في الاهر في دانه تمام؟ تمام برضو هان شغلة كتير مهمة النقطة الثالثة في النيرسين كير كتير مهمة بيحكي لك احنا لما البوزيشن وضعيه البابي بديك تحطيها لما يكون عنده اوتايتس ميديا على الدان اللي بتوجعه مثلا عنده التهاب بدانه اليمين فانت ديك تنيميه على يمينه ليش؟ حتى اي سكريشن اي اشي جوه دانه يطلع اما انت ديك تنيميه عكسه فهان اي اشي بدانه رح يضل يدخل لجوه تمام؟ فانا هون بدي انيمه بنفس الدان اللي عم بتوجعه مكان الالم مكان الالتهاب مكان الالتهاب مكان الالتهاب مكان انا اعمله تنظيف لادانه من برا عن طريق قطنة تكون استرى المعقمة او بنظف ليها من برة مثلا اه مصيدة محمد ايش كمان عنا هون لما بدي اعمله باثنج احممه تمام البيبي اه اسكر على دانو ممكن بقطنة باشي تمام صغير اسكر بدانو هو عم بيتحمم وبحكي لك لما يكون فيدنج عم بيوكل تمام فانا بحطه بالبوزيشن الابرايت بوزيشن يعني شبه قاعد اوكي اوكي هدول ما بدنا اياه اه لكن هون في عنا المضاعفات اللي ممكن تصير من ميديا اه ممكن يصير عنده يفقد اللي هو السمع تمام اه ويصير عنده اللي هو بير فيوريتد عنا اه اير دورم تمام اوكي اوكي اه راح نفوت بحاجة تانية هسا قبل ما افوت بالك رائع عن الكروب سايندروم في حد عنده مشكلة في حد عنده اي سؤال مو ابرد شو يعني شو ايش اللي هو مش ابرد اوكي حد عنده اي سؤال امشي يا جماعة الخير اوكي تمام اه اوكي راح نكمل عن الكروب سايندرومز اه كروب سايندروم اللي هي عبارة عن مجموعة امراض مجموعة امراض بتصير فيه تمام بتصير في الجهاز التنفسي اوكي 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 اه اه المصدنا محمد بيحكي لك من الاعراض اه اللي ممكن احنا نشوفها اه شامل يعني من مجموعة من الامراض اللي هو يصير مثلا صوته اللي هو الهيروس النس بصير عنده بحة برضه بصير في عنده كحة من النوع اللي هي عنده البركنج كوف متل المتل النباح تمام بصير عنده تضيق وابستركشن وين في اللارنكس بصير عنده تضيق وانسداد في اللارنكس اوكي اوكي اه برضه اه لما تسكر اللارنكس راح تأثر على التراكيا ولما تسكر التراكيا راح تأثر على البرونكي فكلو ماله من بار تو بار تمام تمام راح ابلش باول مرض اللي هو الاكيوت ابيغلوتس تمام هون بصير عنده اه اكيوت الابيغلوتس تمام تمام اه اللي بصير هون بيحكي لك هو انفليمنتري بصير عند الشلدرن عند الاطفال تقريبا بعمر اه سنتين لاربع سنين تمام اه شو السبب لا الاكيوت ابيغلوتس الابيغلوتس يا ربي اللي هو الهيموفليزيا انفلونزا سببها الهيموفليزيا انفلونزا وكتير مهم بسبب كل مرض اوكي اوكي شو المنفلستيشن شو الاعراض تبعته هاي فيبر بيكون عنده حرارة كتير صور ثروت اللي هو التهاب في الحلق ديفيكلت سويلنغ صعوبة في البلاء بصير عنده درولنغ اللي هو سيلان اللعاب تمام بصير عنده ديفيكلت بريثنغ صعوبة في النفس تمام تمام فيه عندنا هون ثريك كلينيكال ابزورفاشن عندنا ذات عندنا الابيغلوتس بحكي لك فيه عندنا ثلاث اشياء كلينيكال اعراض تمام بتحكي لنا انه هون عنده الاكيوت ابيغلوتس تمام اللي هو امصدنا محمد بيكون عنده الكف ام يعني امصدنا محمد السعال اللي بيحكو له عدم تلقائي تمام اللي مش هو اللي عم بيطلع كحته تمام تمام اه عندنا درولوينغ حكينا اللي هو البريل او اللي هو سيلان اللعاب وعندنا اللي هو الاكيكتيشن اللي هو تهيج تمام تمام عندنا شغلة كتير مهمة تمام كتير مهمة اللي هي ثروت انسبيكشن اعمل انا فحص الحلق تمام شود بي دون اونلي وين منتد عندنا اه انيو بيشن كان بي برفومد عندنا اف نيدد يعني للحالات الطارقة جدا 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 بهاي الحالة اوخذ فحص اه من الحلق يعني ما ما بيحبب انك تعمل فحص لا ثورت وهو عنده اكيوت ابيغلوتس تمام تمام شو اللي تريتمنت شو العلاج اوكي بدنا احنا اه نصدنا محمد ممكن نعمل اللي هو تريكستومي 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 اخدناها قبل مرة بس لكن بحكيها تريكستومي اللي هي عبارة عن فتحة وين في التريكيا حكينا ممكن عشان ندخل منها تيوب ومصدنا محمد ونعطيه اكسجين برضو بدنا نعطيه اكسجين يكون يكون رطب اوكي بدنا نعطيه ونعطيه رست راحة تمام تمام شو النيرسين كير انت كنيرس شو لازم تعمليه بحكيلك لازم تمام تعرفي انه هذا الموضوع جدي تمام مرض مو بسيط عشان هيك لازم انت تخبري اهله تمام ويكون الموضوع بشكل يعني عم بتعالجي او نمشي احنا بامور علاج هذا الطفل بسرعة ولكن بنفس الوقت بهدوء تمام لانه كتير موضوع جدي تمام يعني بيخوف اوكي اوكي اه بحكي لك هون امصدنا محمد اه برضو هون بحكي لك ما نستخدم الثورت كالتر ما نعمل احنا زراعة اه من الحلقة اوكي اوكي اهاي بالنسبة لأول مرض من الكروب سايندروم اوكي تاني مرض من الكروب سايندروم اللي هو الاكيوت عنا اللي هو لارنجايتس تمام اه لنصدنا محمد اه اللي بيصير هون بيكون في عنا انفيكشن تمام عدوى اوكي سبب ها فيروس اوكي وبكون هادا الفيروس اسمه اللي هو الادرينوفيروس او الانفلونزا او البارا انفلونزا اه بيرا انفلونزا تمام فيروس هدول اسباب بيصير عنا اكيوت اللي هو رنجايتس اوكي اوكي شو هو المنفنستيشن شو العلامات اللي هو عنا اللي هو الهرسنس بحة صور ثورت التهاب الحلق عنا نوزل كونجسشن اللي هو احتقان في الانف فيفر حرارة هدش وجع راس ميليجيا اللي هو اه محمد تعب في المفاصل اوكي اه عنا الكف اللي هو الكحة وعنا اللي هو الصرير وكون في عنده صوت مثل الصرير اوكي اوكي شو العلاج للمرض هذا اللي هو اعطيه انا اوكسجن يكون رطب تمام اعمل له مثلا اعمل له فتحة عشان اللي مزننا محمد الاكسجن وبدي اعطيه عن طريق الوريد اوكي اوكي اه عنا مصدى محمد المرض الثالث والاخير للي كروب سايندروم اللي هو اكيوت عنا سباس سباسوميديك عنا اللي هو اللي هو اللي رايجيتك تمام اللي هو بيحكي لك هنا اه نفس اللي قبل اخدنا لكن بصير سدن بشكل فجأة تمام وبصير عنا هون ابستركشن انسداد لا الليرنجيل تمام متى خاصة في النايت متى في النايت في الليل وبيكون سببه فيرو الانفكشن عدوى فيروسية او اللارجيك حساسية تمام شو المنفلستيشن انه بصير في الليل اوكي بصير عنده بحة اه بصير هون عنا اه عنا رستلسنس اللي هو اه قلة الراحة او التعب يعني وانجزتي اللي هو القلب تمام هون بصير يستخدم الاكسسوري مصل وحكينا احنا الاكسسوري مصل بلازم ما نستخدمها في حالة النورمال بريث انه هو في حالة النفس الطبيعي لكن هون بصير يستخدم الاكسسوري مصل بصير عنده ديسبنية اللي هو امصد محمد اه صعوبة في النفس وصينوسز الزرقاق برضه بدي اعطيها هاي هميدتي كلهم بدي اعطيهم اكسجين صح لانه كلها بيعودوا لمين او مشكلة في في النفس بدي اعطي انتيهستيمين تمام ليش لانه حكينا سببه ممكن حساسية والانتيهستيمين هو مضاد للحساسية عندنا توسيع للحواصلات اه او القصبات الهوائية ربي اه تمام عشان شو النرسن كير بيحكي لك هون ممكن اعطي انا اي اشي ما يلا البرودة تمام اه امصدنا محمد اه ورم عنا موست بروفايتد عنا باي عنا ستيم ما يهل بيحكي لك تب خراعة تكون اه رطبة ودافية شوي بيحكي لك ممكن هون يصري عنا اه مثلا التشنجات فممكن احنا نقلل هاي التشنجات اه لنعرضه لجو بارد شوية فممكن اه يخفف من هاي الاسبازم تمام تمام هيك بكون خلصنا المشاكل اللي بتصير وين في الابر رسبرتوري تراكت انفكشن تمام تمام في حد عنده اي سؤال ها ريح ايدي شوي في حد عنده اي سؤال بالنسبة لا الابر رسبرتوري تراكت انفكشن ابلش باللور يلا عشان نخلص الشابتر هاد ويكون ختمنا للمادة أسرع أوكي تمام شكرا إليك يا دانيا راح نحكي عن تمام اللي هي الرهاز التنفسي ماله الصفلي الصفلي اللور حكيان مين هو الصفلي اللي هو التريكيا والبرونكي واللونغ صح؟ صح فأول مرض بوجهنا شرح اللي هي النيمونيا والنيمونيا حكيانا هو التهاب وين في أنسجة اللونغ تمام؟ في الأنسجة اللي هي البرونكايمي تمام؟ اللي هي انفلميشن وين في البرانكيوم كيميا تمام؟ اللي هو في التيشو تبعة اللونغ أوكي؟ أوكي شو اللي كلاسيفيكيشن؟ بيحكي لك بتصنف تمام؟ واللي عم بيودرس أدلت بيتذكر هذا الإشي حكينا سوا حكينا إنه ممكن النيمونيا تكون في اللوبر تمام؟ وحكينا إحنا شو يعني اللوبر؟ حكينا لما جينا فصلنا اللونغ حكينا فيه عندنا رايت لونغ وعندنا لفت لونغ صح؟ الرايت لونغ حكينا بتحتوى على ثلاثة لوب ثري لوب صح؟ أما اللفت حكينا بتحتوى على تو لوب أوكي؟ أوكي فهون بيحكي لك بيصير عندنا النيمونيا في هاي اللوب اللي موجود في اللنغ أوكي؟ أوكي وتاني تصنيف لها النيمونيا ممكن يصير وين عندنا في البرونك ونيمونيا تمام؟ وين؟ في البرونكولز في القطبات تمام؟ تمام آآ بيحكي لك أنا ممكن النيمونيا يكون سببها يا ويروس أو باكتيريا تمام؟ يا ويروس يا باكتيريا أول سبب لا اللي هي فيروس بيحكي لك آآ هنا اللي بيصير ممكن يكون هذا حوالين بري برونك حوالين اللي هي البرونك آآ ممكن اه او جوه اللوبر تمام مش حكيه النمونيا ممكن يكون اللوبر ممكن يكون برونكل صح فهم بيحكي لك هاي الفيروس ممكن يكون حوالين اللي برونكل او بيكون اللي هو داخل اللوب اوكي اوكي بدنا نعرف في عنا نيمونايتس اللي هو يكون عنا في الرئة تمام تمام اه الله مسدنا محمد اه بيحكي لك لما يصير عنا مور فريكوانت عنا لما يصير عنا عم بيتكرر نيمونيا بسبب فيروس كل فترة يصير عند هال عند هالطفل النيمونيا سببها فيروس نيمونيا سببها فيروس لما يصير يتكرر موضوع النيمونيا بسبب الفيروس راح يصير عنده ينتقل او يتحول النيمونيا بسبب اللي هو او يعني ينتقل من فيروس لا ايش لبكتيريال تمام فرح يصير عنا هون نيمونيا بسبب البكتيريال تمام بس انه هيك انه تعرف بعد ما يصير عنا تكرار للفيروس نيمونيا رح يصير رح بعد هيصير عنا بكتيريال نيمونيا بكتيريال نيمونيا شو المانجمنتهم بدي اعطي انا اكسجينيشن اعطي اكسجين بدي اعمل له شست عنا اللي هو اللي هو العلاج الفيزيائي تمام وهون في هنا شغلة كتير مهمة كتير مهمة تفهموها اللي هي البوسترول درانيج يعني بروستر درانيج هي عبارة عن اجراء عن بروسيجر تمام انهم شو بنيموا الطفل مثلا بنيموا على بطنه تمام وشو بيعملوا بيعملوا له مصنة محمد تمام عن طريق يعني بصيروا يعملوا شي يعني بريكشن انه نطبل او نطرق تمام اه على ظهر المريض اوكي لحتى نطلع احنا الميوكس المخاط او السيكريشن تمام الموجودة في تمام تمام الموجودة في مجرى التنفس اوكي سبب الثاني للنيمونيا اللي هو حكينا مين بكتيريال نيمونيا تمام بكتيريال نيمونيا شو نوع البكتيريا ممكن عنديك اللي هو نيمونكيو عندنا اللي هو ستيفيولايكوكيو ممكن يكون عندنا اللي هو ستيريبكوكيو كلها تهدو الأنواع من البكتيريا تمام تمام شو المينفينستيشن شو الأعراض لا البكتيريا النيمونيا فيفر ميليزيا رح يصير عنده يعني عم بيأخذ نفس سريع لكن ما لو قصير مو نفس كامل تمام رح يصير عنده كف كحة رح يصير عنده اللي هو اللي هو ألم في صدره شلقش عريرة رح يصير عنده تمام رح يصير عنده مثلا اللي هو مشاكل يعني فيه اللي هو مصدر محمد فيه الجهاز التنفسي اوكي اه شو عنا برضه عنا شو الإدارة تمام الإدارة اللي هي بنعطيه عن كان اعمل له راحة اه برضه بدي المصدر محمد اعطيه اوكسجين واعطيه فلود شو الكمبليكيشن تمام شو المضاعفات تمام اللي ممكن تصير عندي ممكن صرعنا ممكن صرعنا واللي هو الامبيميا اه امبيميا هون بيكون في عنا اللي هو مصدر محمد زي القيح تمام في الكابيتي اوكي تمام شو الدايجنوز شو التشخيص اللي ممكن انا اعمل ممكن اعمل تمام اوكي اه شو النيرسين كير شو المصدر محمد انت كنيس شو الرعاية اللي بدي اخذ قدميها تمام بدنا نعمل بدنا نعمل اه تمام بتعطيه تمام تمام برضو بنا نعمل ايزوليشن اللي هو عزل عشان انا امنع انه يصير عندي انتشار الانفكشن تمام تمام برضو ايش بدي استخدم الله مصدر محمد اللي هو الانتي تيوس الزيف اللي هو لحتى انا امنع الكف اوكي اوكي عندي اي في فلويد عندي افويد عندي هايدريشن تمام بدي انا اعطي تمام عشان امنع الجفاف تمام تمام اوكي وايش ممكن انا اعمله اي برضو بدي احطه على اللي هو سيمي سيتنج بوزيشن سيمي سيتنج بوزيشن اي ممكن هون برضو بدي اعمل لا اعمل ادارة للحرارة تمام اي برضو هنا بدي اعمل كمان للفايتل ساين اه بدي اشوف الاصوات البر البر ربي نفسه اوكي اوكي بظلني اعملها واسس منت عين برضو بدي اعمله اللي هو اللي عين اللي هو حكينا اه نعمله المصد لمحمد نطرق على ظهره حتى نطلع اي 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 ميوكاس او اي تمام موجود في في مجرى التنفس وبرضو بدنا نقلل تمام تمام في حاجة عنده سؤال اللي مو عاجب البس يطلع يا جماعة الخير ما حد بيجور الثاني وقعد بالبفس اوكي في حاجة عنده اي سؤال اللي مو عاجب البث برجع بحكي يطلع اوكي رح نحكي عن تمام مشاكل تانية ممكن تصير في الجهاز التنفسي تمام تمام عنا اول حاجة اللي هو اللي هي تمام اللي هي السعال الديكي تمام تمام اخذنا كتير السعال الديكي لكن نرجع منحكي هنا اللهم صدنا محمد مننا نعرف السبب تمام اللي هو اللي هي البورد التالة تمام تمام اه برضو بدنا نعرف اللهم صدنا محمد هات بالنسبة بس هيك يعني بس نعرف السبب تبع اوكي السبب تبع ماله مهم اه مثلا عنا التيبي اللي هو السل الرئوي اوكي شو سببه اللي هي المايكوبكتيريام اه تربوكوكيولياساس تمام شو الدايق ناصس شو التشخيص ل امراض هدول اه او ل محمد اه التيبي يا ربي اللي هو نعمل فحص جسدين ناخد تمام نعمل فحص اللي هو التيبي فحص السل اوكي مكتر مهم اه نعمل تمام اللي هو صورة اشعة على الصدر اوكي اوكي حكينا شو نستخدم بالتش تبع اللي هو التيبي اوكي اللي هو محمد اللي هو بروتين اللي هو تمام اه شو منستخدم فيه اللي هو بيرفورد. عنا بروتين. دي في عنا در في ايش. در في اياتب. اوكي. اوكي. شو الاعراض للمرض التيبي. عنا الفيفر ملايزيا. عنا انيروكزيا. وعنا الكف. كنا بنعرف شو معنان هدول. عنا الهيما بتاسز اللي هيكون في عنا بلد وين في الكف لما يكوح. بيطلع معه بلد دم. اوكي. 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 شو العلاج? بعطي انا اه بتعطي شن تكون منيحة الو. اه اعمل له علاج في الكيميائي. اه المسود نو محمد بعطي سبورت جينيرال للوضع العام تبعه. اوكي. اوكي. شو النيرسين كير. انه بعمله انا اللي هو بعمله عزل لانه المرض التي بي معدي. تمام? تمام. اه برضو بدي اعطيه اعطيه مطعيم. اوكي. اوكي. برضو التست بدنا نعمله تبع اللي هو التي بي. اوكي. وبدي اعمل له هلت ادكشن. اه تمام? بدي اعمل له تعليمات على صحته. اوكي. اوكي. هاد بالنسبة لتاني مرض ممكن من الاشياء اللي بتصير في الريسبراتوري. تمام? تمام. تاني اشي ممكن يصيري عنا فروقين عندنا بدي اسبايريشن. مثلا اه يصيري عنا اه اوبجيكت شغلة اه تدخل تمام? للمجرى خاصة الصغار بيوكلوا اي اشي. تمام? فالله مصد لمحمد. اه ممكن يصيري عنا اه شردقة متل ما احنا بنحكيها. ويختنق. اوكي. فانا لازم اعرف اللوكيشن وين موقعها. تمام? اعرف شو نوع الاشي اللي اللي دخل لاليروي تبعه. اوكي. اوكي. اه برضو بدنا نعرف اللهم صد لمحمد. اه. مصد محمد وين كنت احكي انا هون. بس بدنا نعرف ان هو وين اللوكيشن وشو تايب. شو الوين الموقع. الشغلة اللي هي تشاردك فيها الطفل. وشو نوع الشغلة اللي تشاردك فيها. تمام? ممكن انا من الهستوري. مثلا اهلو يحكو مثلا اه المصد محمد بيكون مثلا معه مثلا فلوس مصاري. شي لان مثلا بيخ يعني بيفقدوه تمام? فانه ممكن يحكو والله احنا فقدنا ابنا انه كان معه مصاري ما لقيناه وممكن يكون ما كلهو مثل هالحكي تمام? اه برضو من الساين من العلامات اذا صار عنده كوفينج او عنده ويزينج صار عنده صفير تمام? صار عنده صرير اوكي اوكي. ولازم اعرف اه اللي هو توتل اوبستركشن كديش عنا انسداد في الاروي كديش عنا انسداد في مجرد تنفسي كيف بدي اعرف انه ممكن اذا وصل لمرحلة الانكونشنس اغمى عليه وبطل واعي فاذا ما لحقنا ممكن يصير عنا تمام? تمام? اه ممكن احنا نعمل اللي هو تمام? تمام? برضو ممكن نعمل برونكوسكوبي تمام? لا ندخل يعني تنظير وين على اللارينكوس واو او تمام? شو العلاج اه لا هذا الموضوع اللي هو احنا نعمل اللي هو ننطبل تمام? او نضغط نعمل على وين? على المتا لما يكون لما يكون اكتر من سنة فانا بعمل او يعني اه بدق او بضغط تمام على تمام في حالة اذا تشاردك اشي اما اذا كان اقل من سنة فانا وين عم بطبل او بضغط على 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 صدره اوكي اوكي ممكن بحكي لك ممكن انا اشيل هذا الاشي اللي تشاردك فيه عن طريق اللي هو اللارينكوسكوبي او اللي برونكوسكوبي اه عندنا النيرسنج كير اه بحكي لك هنا ما في اشي مهمة في النيرسنج كير تمام في حد عنده اي سؤال اوكي المرض اللي بعده اللي هو عندنا البرونكوسكوبي ازمة تمام عندنا البرونكوسه ازمة تمام بيحكي لك البرونكوس بالأزمة هو كرونك انفليمنتاري تمام ديز اودر او هو كرونك انفلبستاري تمام تمام شو اللي بيصري عنا او شو اه اه لما شدنا محمد بصري عنا هنا بيرث عنا بصري عنا قلة او نقل يعني صعوبة او как احكي لكم بيكون يعني نفسه قصير تمام اه برضو شو بصير عندنا هنا كف بصير عنده كحة خاصة وين في الليل تمام او في تمام في الصباح اه برضو بصير عندنا في اضاف له اوكي تعرق اوكي اوكي شو الاسباب اوكي ممكن انه تمام اللي هو اه حساسية اوكي اه بسبب حساسية اه بسبب محمد اه ممكن بسبب عندنا اللي هو التدخين تمام ممكن بسبب عندنا اللي هو رائحة ممكن بسبب ميديكيشن دواء اوكي ممكن بسبب انت عايش فيها فصارت معك عندك ازمة اوكي اوكي شو المينجمنت شو الادارة انا هون بد اظن احافظ تمام اني انا اخلي البيبي او الطفل اوي بعيد عن اي مادة تكون 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 فيها اي حساسية تمام اه ممكن برضو اعطيه دراج مثل اللي عند الكورتوكوستيرويد والادرالين اه والانتهستامين تمام ونعطيه اللي هو النيوبيولارازر اه اللي هو تبخيرة تمام تمام ممكن اعطيه برضو اللي هي برونكو دايلاتر اللي هو توسيع للقصبات شو النورسين كير تمام انت كممرضة بحكي لكم بدنا نتجنب ان يصير عنده تمام اه مثلا ما يعني يصير يعني يقدر احكي لكم اه يصير يعني يضطر او يعني يصير في يعني برد او يعني ينصاب ببرد كتير اوكي اوكي اه برضو نبعده عن السموك عن التدخين برضو نبعده عن هاي الاشياء اوكي نستخدم عنا النبيولايزر تمام اللي هي التبخيرات اوكي اه بحكي لك اذا كان في عنده اكيوت ازمة يعني ازمة شوية اوكي فانا بدي اعطيه تمام للفلود تمام والمديكيشن ادعطي يعني برضو راجع احكي لك ببعطيه ان يبعدنا اللي هو النبيولايزر بين المديكيشن التبخيرات تمام اه برضو المصدنا محمد اه بدي اخليه كتير شغلة مهمة اللي هو ياخد اه ميلز اكله على تمام بشكل ماله اه متكرر لكن كل مرة بكمية صغيرة اوكي اوكي بدي اعطيه اوكسجين بدي اعمله برضو دعم وما اعطيه اللي هو ما اعطيه هاد الدواء اوكي لانه ممكن يزيد الازمة تمام عنا خامس مرض واخر مرض تمام اللي هو مين اللي هو السايستيك عنا في هاي بروسز تمام السايستيك عنا في هاي بروسز بيحكي لك هذا المرض اللي هو مرض خلقي تمام مرض خلقي يعني جيناتك في الجينات هون اللي بصير اه حتى بيكون يعني المصدى محمد بصير في عنا هاي كونستريشن تركيز عالي من الالفة فوتو بروتين الفة فوتو بروتين تمام متى هاد اللي هو المصدى محمد في حالة السايستيك عنا في هاي بروسز بيكون عده تركيز عالية من الالفة فوتو بروتين وين في الدم اوكي اوكي اه المصدى محمد فهو مرض ماله خلقي اوكي اوكي اه شو العلامات والاعراض اللي هو عنا اللي هو اللي هو اللي هو اول عملية اخراج تمام اه اوكي اه برضو المصدى محمد اه اه المصدى محمد شو كمان بصير عنده مثلا بصير عنده المصدى محمد مشاكل في تمام اه مثلا يقل وزنه يصير عنده انيميا فقر دم يصير عنده في في النمو يصير عنده فشل في النمو تمام تمام بده كمان برضو من العلامات يقل عندي اللي هو الاي والدي والاي والكي تمام بيقله هنا اوكي اوكي برضو ممكن يصير معه اوكي اوكي دي سبنيا فهاي الاشياء تمام برضو هاي الاشياء كلاتها ممكن تصير عنده اوكي من العلامات عنا تمام اه هون بدي اقدرني اعمل الاسيسمنت للبلومناري والجاسترو انتستيناه اه اللي هو انتستيناه تمام اه برضو بدي اعطيه اللي هو الارسل اه عنا الارسل اه في اللي هو العلاج بالبخاخات تمام تبخيرات يا ربي اه برضو المصدى محمد اه بدي اعطيه اوكسجن تمام اه بدي اعطيه جود نيوترشن يكون عنده تغذية كتير منيحة اوكي بدي ازيد له من الكالوري تمام اللي عم بيخدها اه برضو بدي اعمل كير للسكن لالجلد اوكي و بدي اعطيه فلويد و بدي رست تمام اعطيه سوائل في في وريده و بدي رست وانا بس راح احكي حاجات بسيطة تمام اللي بيهمونا والباكي كله نفس الحكي اللي عحكينا تمام انه المصدى محمد ما بدنا نقيده احنا بملابس و بمثلا او يعني المصدى محمد ما يكون عندنا تقيد فيه يعني اشي خانقه تمام تمام اه مصدى محمد كمان بدنا نزود كل شي يكون عندنا رطب الاوكسجن تمام تمام والباكي كله حكينا اوكي اوكي راح احكي اخر اشي لليوم اللي هو الكلينيكال من فينستيشن اوكي اول علامة تمام لا الار دي اس تمام اللي هو التريكبنية اوكي اوكي اول علامة تمام لا الار دي اس تمام عندنا اللي هو اللي تريكبنية تمام تريكبنية تيكبنية يا ربي اعسف تيكبنية اللي هو شو اه سرعة في اللي هو التنف اه تيكبنية اه سرعة في التنفس عندنا دي اسبنية برضه ممكن يكون عنده صعوبة في في التنفس اه المصدى محمد ممكن يصير عنده اصوت تمام اللي هو كريكيولز مثل الصوت الارقيلة تمام في الجهاز التنفسي اه ممكن يصير عندنا اللي هو الانج اللي هو شخير تمام تمام اه اللي ما حكيتم وما حذوف اوكي او مش محذوف نفس الحكي اللي كنت احكيه قبل اوكي اوكي يعني لو رجعت القراءة تي رح تلاكي اني حكيتم اه المصدى محمد ايش كمان اه بصير عندنا ساينوسز ازرقاق اوكي وبولر اللي هو اه بكون شاحب لونه تمام اه شو عندنا برضه من المنفنستيشان اه من المصدى محمد مغلطش المنفنستيشو عند ابنيا بصير عنده اللي هو بصير اه لين كتير يعني ما فيو حيل تمام تمام اه عنا الان رسبونسف اه رسبونسفنس اللي هو عدم التجاوب ما عبيتجاوب اوكي معك يعني عم تحكي معه زيك انه مش قدر يتجاوب معك اوكي بصير هون في عنا برضه مشاكل او اشي ابنورمل في الاصوات طبعي تبعوني النفس اوكي وبصير عنا موطلنج اللي هو ايش اللون اللي سكن بيكون ماله بنفسجي اوكي بحكي لك هون من المنفنستيشن الاعراض اللي بتكون سيفير تمام لا يعني الامراض اللي بتكون شديدة اوكي من سيفير ديزيز عنا اللي هو اللي بصير عنده صدمة تمام اه بصير عنا بريدي كارديا اللي هو بتقل نبضات القلب اه طباطوا فيها اه برضه بصير عنا بيقل اللي يلي في السيستيماتيك اوكي اوكي ايش كمان بحكي لك من ممنوع احنا نعطي بهاي الحالات اه اشي بالتم تمام اه اللهم صدنا محمد اه ما نعطي اشي بالتم لانه ممكن صري عنده تمام لانه اصلا بيكون اصلا عنده صعوبة في البلاء عنده مش قادر يتنفس فهون صعب انه يوكل عن طريق الارال تمام فانا ممنوع هون اعطيه عن طريق الارال تمام تمام في عنا حاجة كتير مهمة تمام اللي هي السيرفنك اللي هو سيرفك تنت سيرفك تنت بيحكي لك هي مادة تمام اه كتير مهمة تمام موجودة في جسمنا تمام هي هاي المادة اللي هي السيرفك السيرفك تنت تمام مهمة ليش لانها is very important يعني to keep تمام شو يعني الحكي هاد بيحكي لك هاي المادة كتير مهمة بتحافظنا على اللي هو الاليفية يكون ضلوا مفتوح بعد ما تعمل عملية الزفير لما تعمل تمام عملية الزفير فهاي المادة بتحافظ لك يكون ضلوا اوبن وهذا الطبيعي تمام لكن بيحكي لك في حالات الاردي اس بحالات الديزيز اللي عندي الريسبروتوري هاي المادة ما لها ايا بتختفي يعني بتصير مثلا قليلة او بتبطل هاي المادة ابدا موجودة في جسمنا طب اذا ضل اذا كانت قليلة جدا او مش موجودة في جسمي فهون الاليفلي تمام رح يضلوا مالو اه رح يضلوا مسكر طب هو احنا ايش بدنا يكون يكون مفتوح عند الاكسبيريشن عند الزفير فهاي الحالة رح يصير عندنا كولابس افتر اقسبيريشن يعني يصير عندنا انهيار بعد ما اه اه للانهيار للمينة والفلي بعد ما يصير عندنا عملية الزفير تمام ليش لانها المفروض اه تفتح فلكن هاي المادة مش موجودة عشان تساعد الاليفلي يضلوا اوبين اوكي بعد الاكسبيريشن تمام تمام اه فهون عندكم معلومات مثلا اه الله مصدر محمد اوكي اوكي بحكي لك لما احنا اه مثلا هاي المادة قليلة بجسمنا حكينا او مش موجودة تمام اه لازم احنا نعطي اه ادوية طبعا ايش فيها هاي المادة تمام فلما احنا نعطي هادو الدواء تمام فهون رح يصير عندي رح يتحسن موضوع الدم في الغاز غازات الدم يا ربي اه برضو هون رح مثلا تتحسن رح يقل عندي اه مصدر محمد يعني اي تسريب هون رح يقل لما اعطي دواء بهاي المادة تمام تمام ايش كمام اه برضو رح يقل مين اللي هي الانفنت عن المورتلتي ريت رح يقل معدل اه الوفيات رح يقل معدل الوفيات بمرض الار دي اس تمام متى لما اعطيهم انا دواء فيه اللي هو مادة السيرفيك تنت تمام تمام اه برضو بدنا نعرف من وين ممكن مصادر هاي السيرفيك تنت تمام اللي هي ممكن من الهيومن تمام من البشر اه تمام او ممكن نخدها من اللي هو اللي براكس اللي بورسن يا ربي اللي هو الخنزير بعد عنكو تمام تمام وممكن من اللي هو من البقر اوكي يكون من اوكي شو المضاعفات بعد اخذ هذا الدواء اللي فيه مادة السيرفيك تنت تمام شو المضاعفات ممكن يصير عنا هومرج نزيف ممكن يصير عنا اللي هي ميوكاس اللي هو انسداد في الميوكاس تمام وبس لعنا مضاعفتين تمام لاخذ هذا الدواء انه ممكن يصير عنا هومرج وممكن يصير عنا ميوكاس بلوكينج تمام لحد الان في حد عنده سؤال في حد عنده اي سؤال قبل ما افصل انا هيك خلصنا محاضرة اليوم في حد عنده اي نقطة اي كلام يوكي يعطيكو الالف عافية وان شاء الله انكم فهمتوا علي تمام اي ان شاء الله بكرة يعطيكو الالف عافية وانتو الله يعطيكو الالف عافية وشكرا للي حضر تمام واي سؤال بتقدروا تبعتولي او تحكو وانتو الله بكرة وانتو الله بكرة